وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تدعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولية إلى جانب الموقف الدولي بكركر هذا وقد تواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبرية أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد من المتابعة معنا من أمام أميناء أبو سنبل مرسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين باسم أطلعنا على الجديد في الصورة لديك بالفعل هنا في مدينة أبو سنبل بالقرب من معبر قسطل الحدودي وبالقرب من الميناء حيث العبر التي تقل الوافدين من المعبر إلى مدينة أبو سنبل وبذلك يكونوا قد دخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية وفي لهيبي شمس في درجة حرارة فوق 45 درجة مئوية تعمل كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية هنا على قدم وساق لتسهيل مهمة وعبور القادمين من دولة السودان الشقيق سواء من الجنسية السودانية أو من جنسيات أخرى عابرة من دولة السودان وتستغل الأراضي المصرية للوصول بعد ذلك إلى بلدانها مصر منذ أول يوم للاندلاع الأزمة السودانية وهي تقف في ظهر الشعب السودانية الشقيقة وتقدم لهم كل أسباب العون وتسهيل سبل الاستضافة لأن الرحلة من السودان وصولا إلى جمهورية مصر العربية يا رحلة الشديدة الوعورة نظرا لبعد المسافة عن العاصمة السودانية الخرطوم وحتى الوصول إلى وادي حلفة والتي تصل إلى مسافة 850 كيلو متر مسافة يقطاعها الهارب من ويلات الحرب هناك بين تضريص صعبة وظروف جوية صعبة وظروف أمنية شديدة الخطورة وبمجرد الوصول إلى ودي حلفة وبعد ذلك ينتقلون إلى قرب المعبر من الناحية السودانية وبعد ذلك يقومون بالعبور إلى الجانب المصري مصر قدمت دعما لوجستيا ودعما صحيا للوافدين طبعا هناك الحجر الصحي في المعبر والذي لا يمكن لأحد العبور من الحدود والدخول إلى مصر إلا بعد مروره على الحجر الصحي وموافقة الحجر الصحي لعبوره بعد التأكد من خلوه من أية أمراض أو أية أوبئة إلى آخره حفاظا على الأمن الصحي المصري طبعا أيضا تقديم الخدمات اللوجستية عبر وزارة الخارجية المصرية حيث دفعت بالعديد من موظفيها لإتمام عملية الدخول واستحداث كما أشارد في وقت سابق التأشيرة الإلكترونية هذه التأشيرة التي تقضي على أي محاولة للتلاعب بالتأشيرات واستغلال حالة الدخول الجماعي للمواطنين السودانين أو غيرهم أيضا تم إجلاء الجالية المصرية بالكامل من السودان الشقيق ووصولهم بسلام الله إلى أرض الوطن هذه هي الصورة المتاحة حاليا للوضع المعبر يعمل على مدار الساعة لاستقبال النازحين والدولة المصرية تقف في ظهر أي من يريد الوصول إليها من الوافدين سواء من الأشقاء السودانيين أو من جنسيات أخرى كما ذكرت نعم أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنان من أمام ميناء أبو سنبل شكرا جزيلا لك موسيقى